استعمال آثار السنة من قول أو فعل أو مقصد باعتدال من غير تعمق ولا تأنق ولا ميل مع أوهام الوساوس لأن ذلك من ما يخرج العبادة عن مقصودها الشرعي قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر طبعاً هذا خلاصة ما قال الإمام الإمام تكلم كلاماً طويلاً أنا فقط أعطي الخلاصات ماذا يقول؟ يقول انتبه عند التزامك بالسنة النبوية انتبه إلى أن تأخذ هذه السنة على وفق الاعتدال والتوسط من غير غلو ولا زيادة لأن هذا قد يخرجك عن مقصد أساسي من مقاصد الشرع وهو مقصد التيسير في شرع الله تبارك وتعالى ومثال ذلك الواضح في العبادات مثلاً الطهارة الإنسان إذا أراد أن يلتزم بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الوضوء عليه أن ينتبه أن لا يتعمق ويزيد إلى أن يصل إلى حالة الوسواس يتوضأ بماء قليل وأحكم وضوءه صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبالغ ولم يغالي المبالغة والزيادة على ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم توقع الإنسان في باب العبادات في باب الوساوس سنتجده مثلاً في الصلاة يكبر ثم يكبر ثم يكبر ويريد أن يربط بين النية وبين فعل التكبير ويدخل في أشياء لم تكن أصلاً في عهده صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر